اهلا بكم في مطبخينه ياربوا كلكم تكونوا بخير النهاردة هنعمل واحدة من الحلويات الاساسية لشهر رمضان الكريم وهي القطايف هنعملها من اول العجينة بكل تفاصيلها لجاية التسوية الصح ومعاها كمان اربع حشوات مختلفة علشان نرضي كل الازواء خلال الفيديو هقولكم على كل الملاحظات والتكات اللي تخلي القطايف معاكم نجحة ان شاء الله بنسبة مية في المية ومش هتشتروها تاني ابدا من برا ما تنسوش بقى تعملوا لايك واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل الجرس ويلا بينا نشوف عملناها ازاي في الاول هنعمل الشربات كوبايتين اتنين من السكر بنفس الكوباية هنحط كوباية من المية وبعدين معلقة كبيرة من عصير اللمون او عصير نص لمونة هنحطها على نار هادية من غير ما نقلبها خالص لجاية لما تبتدي تجلي هنقلبها بقى بعد ما تجلي وبعدين هنسيبها لمدة عشر دقايق على نار هادية جدا وكده بعد ما بردت هنعمل بقى عجنت القطايف كوبايتين اتنين من الدقيق 280 جرام هنضيف عليهم معلقتين اتنين كبار من سميد البسبوسة السايب معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر معلقة صغيرة من البيكنج بودر رشة من الملح وبعدين هنضيف كوبايتين اتنين من المية او 500 مليا نص لتر هنضيفهم دول مرة واحدة كده الاول ونقلب هنجيب بقى ثالث كوباية هنحط ثلاثة اربع الكوباية من المية وبعدين هنقلب كويس هنلاقي ان الخليط بقى سايل زي ما احنا شايفين كده الخليط لازم يكون سايل بالشكل ده لو تقيل هنضيف الربع كوباية اللي فضلة دي بس هو تمام اوي كان ثلاث كوبايات اللي ربع او 700 ملي هنعرف ازاي ان هو مزبوط لما نيجي نقلب المعلقة ونعمل خط بالشكل ده بيتكون زي ما احنا شايفين هناخد بقى الخليط ده ونحطه فيه الخلاط او هنستعمل الهاند بلندر ونضربه كويس قوي لمدة تقريبا دقيتين عشان اي تكتلات فيه تختفي كده خلاص العجينة بقت جاهزة معينا وزي ما انتوا شايفين سايلة خالص هناخدها بقى الاول ونصف فيها وبعدين هنغطيها ونسيبها تستريح لمدة عشر دقايق بس مش اكتر من عشر دقايق كده بعد معدة عشر دقايق قوامل عجينة سايل خالص زي ما احنا شايفين لو لقناها تقل ممكن نزود معلقة واحدة بس من المياه هنجيب بقى طاصة سخنة جدا على نار متوسطة وهنحط فيها العجينة يا اما باستخدام المعلقة المعيارية يا اما باستخدام كانكة او شفشة او اي حاجة ممكن نصب منها بحيث نعمل وحدات كلهم قد بعد هنسيبها على النار المتوسطة دي لغاية لما وشها ينشف خالص والفقاقيع بتتكون زي ما احنا شايفين كده خلاص باقت تمام اول ما وشها بينشف خالص بنشلها وبنحطها متغطية بفوطة عشان نحتفز بيها طرية وما تنشفش الوش بتاعها بيكون فاتح باللون ده لان احنا حطين معلقة صغيرة من السكر لكبايتين الدقيق لو عايزين لونها يبقى اغمى زودوا بس السكر يعني ممكن تحطوا معلقة كبيرة من السكر لكل كباية من الدقيق انا محطتش سكر كتير لان السكر بيخلي العجينة بتاعة القطايف طرية وانا كنت عايزاها مقرمشة التاني حاجة برضو عايز اقولها اللي هي البيكربونات السودة فيه ناس كتير بتستعملها بس بيكربونات السودة هي فعلا بتعمل تخمير كويس لكن بتخلي العجينة بتاعة القطايف طرية وبتشرب زيت كتير جدا العجينة بتاعة النهاردة دي ما شاء الله مشربتش زيت خالص ولو حصل لاي ظرف من الظروف معرفتوش تسوي العجينة على طول بعد عشر دقايق ربع ساعة او قاعدت اكتر من كده بكتير ممكن تضيعوا التخمير الزيادة اللي حصل ان انتو تضربوها في الخلاط وبعدين تستعملوها بعد كده على طول والعجينة بنخليها ترتاح عشر دقايق بس ما تخمرش مدة طويلة لانها لما بتطول اوي في مدة التخمير بتعمل فتحات واسعة وبعد كده ممكن تتقطع مننا وتطلع الحشوة اللي موجودة جوها اول بقى ما بنطلع العجينة من على النار بنحطها على فوطة متغطية بفوطة برضو من فوق يعني فوطة من فوق وفوطة من تحت ما بنحطهمش فوق بعض عشان ما يلزقوش في بعض وبيبقى شكلها بالشكل ده طبعا انتنا ما بنحطهاش كمان على النار مدة طويلة مجرد ما وشاها بينشف بنشيلها على طول عشان لما نيجي نقفلها بعد كده تتقفل بسهولة دي بقى حصل ان في اخر خالص التسوية كانت العجينة بدأت تتقل فكان شكل القطايف بالشكل ده لو حصل الموقف ده بنضيف معلقة او معلقتين كبار من المية ونقلب ونكمل عادي خالص اول حشوة معانا بقى زبيب حط عليها المكسرات اللي احنا عايزينها مجروشة ومعاها شوية من جوز الهند معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة معلقة صغيرة من مية الورد ومعلقة كبيرة من الشربات التقيل اللي عملناه في الاول هنقلبها وبكده تبقى اول حشوة جهزة معانا تاني حشوة بقى استخدمنا هنا السوداني المجروش وكور كده من الشوكولاتة او لو شوكولاتة عادية ممكن نقطعها قطع معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الشربات التقيل هنقلبها مع بعض كويس وبكده تبقى تاني حشوة جهزة معانا الحشوة الثالثة استخدمنا فيها الطمر الطري هنقطعها لمكعبات او يعني لقطع كده صغانطوطة وبعدين هنضيف عليه اي نوع مكسرات مجروشة نص معلقة صغيرة من القرفة معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة ومعلقة صغيرة من مية الورد هنقلبها وبكده تبقى تالت حشوة جهزة معانا كده يبقى فاضل حشوة واحدة حشوة الجبنة دي جبنة كريمي 150 جرام ممكن استخدم الجبنة الكيري او اي جبنة كريمي في كبيات هنحط عليها معلقتين اتنين كبار من الجوز الهند ومعلقة كبيرة او اتنين كبار من السكر معلقة صغيرة من مية الورد وبعدين هنقلبها مع بعض وبكده تبقى خلطة الكريمت الجبنة جهزة معانا وفيه كمان طعم جوز الهند جميلة جدا الحشوة دي هنحشي بقى القطايف بالطريقة العادية نحط في شوية صغيرين عشان ما تبقاش مليانة قوي فتتفتح في الزيت وبعدين هنقفل الاطراف كويس جدا مهمة قوي تقفيل الاطراف كويس قوي قبل ما نحطها في الزيت بعد ما هنعملهم بقى كلهم هنغطيهم لغاية لما نسويهم دي بقى العصفير الصغيرة اللي عملناها بالمعلقة المعيارية عشان يبقى مقاسها صغير بنقفل طرف منها والطرف التاني بنحشيه بالكريمة يا اما بقى قشطة كريمة مهلبية انا استعملت هنا كريمة الجبنة اللي لسه مجهزينها دلوقتي الجزء بقى الزيادة هنحطه في كيس ونعينه بقى في الفريزر ونطلعه قبل التسوية على طول ممكن بنص ساعة كده بنطلعه يهدى وبعدين نقليها بعد كده في الزيت الزيت بقى لازم يكون سخني جدا على نار متوسطة الى عالية وهنحط فيها القطايف والنقطة بقى ان احنا لازم نقلبها كده باستمرار طول ما هي محطوطة في الزيت عشان تقرمش دي نقطة مهمة جدا ما ينفعش ان احنا نسيبها لجاية لما تحمر وبعدين نقلبها على الناحية التانية بعد ما هتتحمر هنطلعها ونحطها في طبق ونسيبها تهدى ديئتين تقريبا قبل ما نحطها في الشربات كده خلاص هدية لمدة تقريبا ديئتين هناخدها بقى ونحطها في الشربات البارد انا كنت عاملاه من قبلها بيوم وحطها في التلاجة هنسيبها فيها دقيقة او ديئتين في الشربات وبعدين هنصفيها منها ونطلعها دي القطايف العصفيري جميلة جدا منحط عليها بس شوية كده من الشربات من برا وتبقى طرية وجميلة قوي ودي معانا هنا القطايف المقرمشة سمعتوا صوت القرمشة ياراب يكون عجبكم الفيديو شوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي